دايماً الحقيقة بنشوف مشهد كده لكبارس إن هما بيتعاملوا مع الـ ATM ماشين وإن هما بيحاولوا إن وحد حواليهم يساعدهم فالموضوع بالنسبة لهم مش سهل فيه ممكن تحديات كتير علشان يقدروا يتعاملوا مع مسألة السحب والإداع في مكينات الصراف الآن مش بس كده الحقيقة هما كمان بيواجهوا مشكلات تانية مع التطبيقات الخاصة بالدفع الإلكتروني وإن هما يكون حساباتهم عليها مؤمنة علشان كده النهاردة هنتكلم مع حضرتكم عن إزاي نحن نوعي أهلنا من كبارسن في التعامل مع سواء أنظمة الدفع الإلكترونية أو كمان الصراف الآلي إزاي يأمنوا حساباتهم إزاي لو حد كلمهم في التليفون صغير بقى أو كبير ما يدوش معلومات معينة عن حساباتهم علشان ما يتمش اخترقها يجاوبنا على كل ده الأستاذ تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك صباح الخير اللي إحنا بنشوفه أنه يبقى حد من أهلنا من كبارسن بيتعامل مع الاتم مش قادر قوي أنه يتعامل عنده مشكلة فيبص حواليه ويخلي حد يساعده ده صح غلط المفروض يعمل إيه طبعا هو تصرف خاطئ بس إحنا برضو في الآخر بنالتمس العذر لأهلنا كبار السن والبنوك المختلفة خدت يعني الموضوة قيد الحسبان بالنسبة لها فابتدأ يتم تعديل كبير على مكينات الصراف الآلي النهاردة ببتدينا نشوف مكينات صراف آلي الحجم الزراير اللي فيها بيقل جداً مش أكتر من زراير الأرقام تبسيط بحيث أن هي تبقى الشاشة كلها شاشة تلامسية بحيث أن المستخدم ما يحتاجش يتوك في حجم الزراير اللي كان بتبقى يمين وشمال الشاشة والزراير المختلفة ده اتجاه الآخر إن تم إضافة في جميع المكينات الصراف الآلي خدمة صوتية فالنهاردة لو أنا من أحد لو أنا من الكبار السن أقدر أخد معايا الهدفون العادية خالص بتاعت التليفون وأركبها في المكان بتاع الجاك بتاع المكينات الصراف الآلي وحط السماعات في وداني وهي هتبتدي تتوجهني أعمل إيه ودوس إيه من غير ما أبقى محتاج مساعدة من طرف رسائل مسجلة زي ما بتتعمل مثلاً في بعض الأحيان مع خدمة العمل رسائل مسجلة تفاعلية يعني هي بتتفاعل مع الخطأ أول ما هيك هتحط السماعة هترحب بيك وتقولك لو سمعت أدخل الرقم السري وبعد كده طب محتاج إيه دوس كذا أعمل كذا فدي برضو في بعض الأحوال بتقلل بتساعد المستخدم إنه هو لو عنده صعوبة في استخدام مكينة الصراف الآلي إنه هو يبتدي يستخدم المكانة بشكل أبسط طب عشان نفهم بس التفاعلية دي هو يقدر يتكلم في بعض المكانات بيقدر يتكلم بتقدر بتوجه موجودة فعلاً التو وي مش كل الكاميرات بس الوان وين هي بتوجه إضغط الرقم السري برجاء اختيار الخدمة إضغط رقم واحد للسحب إضغط رقم اثنين لكذا إضغط رقم تلاتة لكذا برجاء ادخال المبلغ فإحنا هم نتكلم دي هنا الوان وي إن هي المكانة بتبتدي تتفاعل من ردود أفعالك على الكيبورد أو لوحة المفاتيح في مكينات تانية وأرد في حد بيكلمك وأنت بترد عليه دي طبعاً بتبقى أكثر سهولة لأن إحنا هنا في المكينات دي برضو ابتدى يضاف الجزئية بتاعة البايومتريك أو اللي هي البصمة البصمة إن انت تقدر ببصمة الصباع بتاع العميل هو مش محتاج يدخل برقم سري أو كده هو بالبصمة بتاعته بتادي تأكدت المكنة إن هو العميل صاحب الكرت فبتدي تتعامل معاه وبتدي تتنفذ التعليمات بتاعته من غير ما يتعامل بأي من غير ما يتعامل معه التطبيق نفسه أو الأبليكيشن اللي موجودة على مكينة الصرف الآلي طيب إيه الخطورة يستمر في إن حد يستعين بشخص واقف جنبه في إنه مثلاً يجري هذه المعاملة لي إيه الخطورة يعني هي مش مسألة إن هو يسحب من الرسيد لأن أنا واقف قدام المكنة فأكيد مش يسيبه يسحب فلوس لكن إيه الخطورة إن هو يدخل ويطالع البيانات ويكون مع رقم الحساب وليكن طيب مبدأ أياً أول خطورة إن أنا لو هو خد الكارت في إيده لو هو قدر بسرعة بموبايل جاهز بيسجل فيديو يحط الكارت ناحية الموبايل ويشه وده هو خد بيانات الكارت كاملة يقدر يستخدمها بعد كده في استخدام على الإنترنت يقدر يستخدمها في حاجات كتيرة جداً دفع إلكتروني دفع إلكتروني كل الحاجات دا جدت دا الاتجاه الاتجاه الآخر إن أنا حقيقة أنا خدت الكارت وعرفت الرقم السري وخدت فلوسي وفلوسي في جيبي ممكن وأنا خارج من الكارت أبتدي أتم تعقبي ويتاخد مني الكارت أو المحفظة أو الكلام دا كله أو الفلوس لأنه هو كمان بقى عارف هو سحب كام صح فهو هل ساحب متين 300 جنيه تستاهل إن أنا أبعدت وراء حد ويحاول ياخد منه الفلوس ولا ساحب 20 ألف جنيه فكل الكلام دا بيبتدي بناءاً عليه العصابة أو الحرامي أو الشخص اللي قاعد متواجد في حدود منطقة الاتي ام عشان يتتبع اللي موجودين إحنا دايماً التحذيرات دايماً حاك لما تخش البنك حتى عادي هتلاقي التحذيرات خلي بالك وانت خارج من البنك إن حد دي هتتبعك إن هكذا نفس الكلام اللي بيحصل في البنوك بيحصل جنب ماكينات الاتي ام فلالنهار دا أنا ديت للرجل اللي اللي واقف دوت اللي أنا معرفش هو كويس أو مش كويس الرقم السر بتاعي يقدر الكارت المحفظة تتسرق مني يتاخد بيها الكارت لو لسه وبقى عارف رصيدي كام في الحساب فأنا لو لسه متاح في رصيد خلاص هو عارف إن إن الكارت دا هقدر يستخدم أو يتتبع الشخص عشان يسرق الكارت بالضبط بالضبط فهي الخطورة مش إن أنا ما أنا شايفه بيعمل إيه لا في يعني معاملات خطورة تانية ومختلفة وممكن ما بتبقاش جاية في ذهن أهلين كبار للسنين طيب التلفونات بقى اللي بتيجي للناس والرسائل اللي بتيجي للناس عن البيانات والناس كتير للأسف وقعوا في الفقه دا والحياء إنهم برضو بيحدثوا شكل شكل الرسالة بعد ما يتم توعية الناس بيها يحدثوا شكل الكلام اللي بيتقلل الناس ما دا خطورة إن أنا نتجاوب مع الناس دي وأنا مش واخد بالي طيب خلينا نقول مبدئيا إن البنك عمره عمره ما هيطلب منك تحديث بيانات ولا عن طريق إيميل ولا عن طريق تليفون ولا عن طريق رسالة ولا عن طريق واتساب يعني لما تجيلك من الحاجات دي 100% دا حد عايز يخترق حسابك ويسرعك بالضبط أقصى حاجة ممكن تحسن البنك يبعث لك رسالة على الموبايل برجاء التوجه لأقرب فرح لتحديث بياناتك لو حصل إن أنا الفترة بتاعتي أنا مروحتش لبنك بقى لي كتير قوي بتيجي من الرقم اللي أنا عارفه إن دا بتاع رقم البنك هتيجي بإسم البنك مش من الرقم كمان هي بتيجي النهاردة ما هم أحيانا بيكتبوا شكل النص هو دا اللي بيخلي الواحد يخترط عليه الأمر يعني لو هو أي بنك هو بيكتب لك كلام شبه اللي البنك كذبه بس إنت لما تجي لك رسالة هتجي لك بإسم البنك بالضبط نفس الكلام لشركات الاتصالات عشان المحافظة الإلكترونية فمش هيحصل لو جات لك أي رسالة اضغط على اللينك الرابط الفلاني علشان تحدث بياناتك فده نصب اتصل بالرقم الفلاني وممكن يبقى جاي برقم شبه رقم البنك علشان يحدث بياناتك ده نصب مش هيحصل أقصى ما ممكن يعمله البنك إنه يبعث لك رسالة يقولك برجاء التوجه لأقرب فرع لتحديث بياناتك دي أقصى حاجة وفي الطبيعي هم ما بينتظروا ما بيحاولوش حتى البنوك ما بتحاولش تبعت الرسالة دي إلا خلاص لو بقى يعني ما تمش تحديث بيانات بقى له فترة هو محتاج يتأكد إن الحساب ده واتصحبه على قيد الحياة بتبقى ظروف يعني خاصة جدا لكن في النهاية لا محدش هيطلب منك تحدث بياناتك بره فرع البنك طيب جوا فرع البنك بقى جوا فرع البنك مش من حق موظف البنك يطلب منك رقم الكارت بتاعك مش من حق موظف البنك يطلب منك الرقم السري بتاعك مش من حق موظف البنك يطلب منك الباسورد بتاعتك كل ما يحق لموظف البنك إنه يطلب من حيك إثبات الشخصية المناسب أو لو عايز يتأكد من إثبات سكن عايز إيصال كهرباء عاوز خطاب من جهة العمل لكن حتى موظف البنك ودي تعليمات واضحة جدا من جميع البنوك ومن البنك المركزي للعملين بالبنوك حتى داخل الفرع مش من حقه يطلب الطلبات اللي هي الرقم السري الباسورد رقم الكارت من حقه يطلب حتى بطاله يطلبه رقم الحساب هو بيكتفي بينه هو بياخد الرقم القومي بيحطه على السيستم قدامه بيظهر قدامه رقم الحساب وما بيظهرش حتى رقم الحساب قدام الموظف بشكل كامل بيظهر آخر كام رقم وأول كام رقم بحيث حتى ما يبقاش فيه فرصة للعاف النفوس إنه هم يتلاعبوا بعد ما العميد يمشي طيب لكن في خدمة العملاء بياخدوا رقم الكارت في بعض الأحيان غلط ده غلط غلط يعني حضرتك كلمت عن موظف البنك اللي هو بتعمل معها بشكل مباشر ده لا في خدمة العملاء أنا طلبتهم وبيديهم البيانات عشان يدوني بعض المعلومات في بعض الأوقات بيطلبوا رقم الكارت مش الباسورد لا رقم الكارت هو رقم الكارت بس يعني فيه 50% من أمانك راح لأن لسه فيه تاريخ انتهاء لسه فيه الرقم اللي في ظهر الكارت هم بيبقوا ثلاث حاجات مع بعض هم بيكملوا المنظومة بس برضو هو موظف البنك بيقدر يطلع على أرقام الكروت مش كاملة على السيستم بتاعه من خلال الرقم القومي فيتأكد من آخر أربع أرقام مثلا منك ودي ما فيهش خطورة يقول لك طب خلاص وروح يستلموا من البنك كنا زبان بنستلموا مش في ظرف مفتوح النهاردة لازم نستلموا من ظرف مقفول ولازم أتأكد وانا بستلم الكارت بتاعي أنه الظرف اللي أنا بستلم منه هو ظرف البنك وأنه الظرف مغلق وما تفتحش قبل كده طيب نرجع لنقطة اللي كانت هدير بتتكلم عنها الرسائل اللي بتيجي كبار السينية يتعاملوا زي مع هذه الرسائل يتجهل كده كده هيتجهلوها يتجهل طبعا لو يقدر يبلغ ده يبقى شيء ممتاز جدا لو يقدر يبلغ بالرقم ده يبقى شيء ممتاز جدا وللأمانة احنا حتى يعني أنا بصفتي سكرتير شعبت للتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوريا والتكنولوجيا المالية بيوصلنا من شركات المدفوعات الأرقام اللي بتحاول تعمل عمليات نصب عملة وبنبعثها سواء لإدارة الأموال العامة أو لإدارة هم بيعرفوا أنها أرقام نصب بناء على بلاغات ولا هم ليهم طريقة من المتابعة بناء على كل معظم شركات المدفوعات عندها حاجة اسمه فروت سيستم اللي هو سيستم خاص بأنه بيديتكت محاولات النصب فبنبتدي نعرف الكلام دوت وبيجمع الكلام دوت وبنبتدي نرسل للجهات المختصة في الداخلية سواء الأموال العامة أو مباحث الإنترنت بالأرقام التريفونية ديت وبييتم حاجبها وبتدي يبتدي يدور على أصحاب هذه الأرقام طيب بالنسبة للأبليكيشنز بقى وتطبيقات الموجودة على الموبايل كلنا سايبين أرقام حساباتنا ومفتوحة على هذه التطبيقات هل ده صحة ولا غلط؟ طيب هو أنت رقم الحساب مش هتلاقيه كامل على الأبليكيشن أو رقم الكرف لا هو كل مرة وانت جاي تتقع بيطلب منك الأرقام السرية بس بالضبط هو حيك طالما حطيت أبليكيشن وحطيته على موبايلك فأنت الرقم السري دوت هو حياتك هي فلوسك الرقم اللي هو الست أرقام أو الأربع أرقام حسب بتختلف من البنك الآخر ده حياتك والبنوك ضيفة عليها كمان القصة اللي هي الأوتي بي الوان تايم باسورد يستحسن أنه لازمي تبقى الباسورد دي مختلف عن الباسورد دي لازم يبعط لك باسورد ترجع تاني تدخلها على التطبيق علشان عملية الدفع الإلكتروني التم بالضبط وعلشان تدخلي على التطبيق اللي بتعلق لك الأوتي بي لي باسورد تانية يفضل أن الباسورد دي ما تكونش نفس الباسورد دي علشان لو حد يعرف الأولانية ما يعرفش التاني وكده كده الأرقام اللي فيها خطورة بتبقى موجودة على التطبيق مشفرة بظاهر أولها وأخيرها يعني ده أمان يعني فده أمان مفيش مشكلة اللي مش أمان إن أنا أدي الباسورد بتاعت التطبيق لحد إن أنا أدي الباسورد بتاعت الأوتي بي اللي هي الوان تايم باسورد أو الباسورد ذات الاستخدام الواحد لحد اللي اتنين دول فيهم مشكلة ده في أبي كيشن كمان بتعمل بعد إذن كدير في أبي كيشن كمان بتعمل يا دكتور الباسورد مدته عشر ثواني لا مش عشر فأنت يا دو بتاخد لا عشر ثواني بالزبط عندي في البنك عشر ثواني عشر ده كبير فرنج المتواصل تلاتين ثانية. ما اختلفناش بشكل عامل. هي عشرة ما تلحقش حتى تسويتش بين الابليكيشن والابليكيشن والدخلهم. لكن هي المتواصل بتاعها تلاتين ثانية. ده علشان خاطرة اكسبير. وبعدين لما تيجي تطلب رقم جديد بيطلب منك الباسور تاني. ده برضو عامل من عوامل الامان. بالزبط. طيب فيه ناس بيحصل معاها انها تكون سايبة الكروت بتاعتها في مواقع معينة. وعملة تسحب منها فلوس. وهي مثلا مش قاصدة انها هتدفع ده. طيب. ما هي دي بقى دي خطورة كبيرة جدا في ان انا حيك في الاغلب. وانت دخلها بتحط الكرت بطلعلك سياسة الاستخدام. اللي غالبا مندوس عليها اكسبت. من غير ما نقراها. من غير ما نقراها. فهو دي جواها بيقول ان انت موافق انه يتخصم من حسابك المبلغ دوت. يوميا شهريا اسبوعيا حسب اللي مكتوب فيه. وطالما حيك قلت اكسبت خلاص تقدر يتوقف فيها. بس ما تقدريش ترجع اللي تسحب قبل كثيرا. عظيم. احنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انه أستاذ تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات. شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.